بقى نروح لموضوع مهم جدا الحقيقة بقى لنا فترة كده بتشوف السوشيال ميديا مقسومة لفريقين يا رجائي فريق بتاع اللي علاقة أو بيؤيد التربية الإيجابية أو التربية الحديثة واللي بتكون قائمة على مناهج ودراسات علمية جديدة وأبحاث وفيه فريق تاني ويمكن ده الفريق اللي هو بقى اللي خلينيقول التربية المجربة التربية القديمة بتاعتنا اللي هو احنا بندرب بيها المسل وبنقول يعني احنا تربينا كده بيبقى المنهج التربوي بتاع جدودنا وبتاع أمهاتنا اللي هو الجيل اللي فات شوية يعني ملاش دعو بيه رجائي حفل نوص يعني ففيه فريقين بقى موجودين دلوقتي مين فيهم صح؟ مين وجهة نظره صح؟ الإيجابيات وسلبيات كل فريق فيهم أو كل وجهة نظر فيهم؟ ده اللي احنا هنعرف أنا صراحة أنا تربية على التربية التقريدية بعيدا خلص عن التربية الإيجابية وانا شايف يعني خلينا نشوف يعني إيه صح وإيه الغلط وإيه الإيجابيات وإيه السلبيات لا 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 خلص استماما أقولش كده هل تربية؟ كل حاجة فيها إيجابيات يعني خلينا نقول التفكير القديم ماشي الـ Old School الـ Old School ماشي كل حاجة جماعة فيها إيجابياتها وسلبياتها حنتناقش في المنضوع ده بشكل أكثر إسهابا مع الدكتورة خليلة الجزارة طبيبة النفسية صباح الخير يا دكتورة صباح النور انتباع حديك مع التربية الحديثة ولا التربية التقليدية أولا صباح الخير وكل سلام طيبين ومبسوطا أنا معيكم ثانيا أنه زي ما أنت قلت يعني هي وكل حاجة دلوقتي غزبا عننا بسبب التطور اللي بيحصل بقى فيها الـ New School وما فيش حاجة أحسن من حاجة ما فيش حاجة هي الأفضل فالآخر هو كل حاجة لازم أبأخدها وأيفها عشان تظبط مع عيالي أو تظبط مع ثقافتي ومع ديني ومع المجتمع اللي أنا عايش فيه فللأسف اللي بيحصل أنه الناس بقيت بتاخد الحاجات بشكل مجرد لأن معظم الناس اللي عاملت الدراسات دي أجانب وبعدين لما تطبقها بشكل برضو مجرد من غير ما نزبطها علينا بتطلع نتائج مرعبة فالناس بتبقى حاسة أنه لا لا التربية الحديثة دي مش حلوة التربية الإجابيات دي مش حلوة التربية الحديثة والتربية القديمة يعني غير الإجابيات اللي إحنا نسمعها طول الوقت الإجابيات اللي بتبقى بالإنجلش متعلقة بالرد فلاكز والحاجات الغريبة اللي بينا نسمعها مؤخراً إيه الفرق عادى الإجابيات ما بين النوعين طب تعاني إجابي أساساً هو إيه الهدف من التربية يعني هو الهدف أساساً من التربية أنه أنا بحاول أوفر بيئة لهذا الطفل اللي هو ما عافش أي حاجة في الدنيا غير من خلالي أنا مرآته إلى العالم إن هو إزاي يبقى بيتعامل مع مشاعره بيتعامل مع احتياجاته إزاي بيعرف يتعامل مع المواقف اللي بيتعرض لها المشاكل اللي ممكن يمجهها فهو دوري كأب أو كأم مش إن أنا أبقى بتحكم فيه قد ما إن أنا بساعده أو بوجهه عشان هو لسه ما يعرفش أي حاجة لحد ما يوصل لإن هو يبقى عارف يعيش في الدنيا دي ويسيربايف يعني يقدر يتعيش في هذه الدنيا وبالتالي التربية القديمة كان فيه جزء كبير قوي بقى دلوقتي مفقود إنه زمان كان فيه اكستاندت فاميليز بتربي معاك يعني فيه مثل شهير يقولك إنه تيكسا فيليج توريزا كيد أنت محتاج قرية عشان تربي طفل فليه لإنه زمان كان عندنا عم وعمة وخالة وخالة وجد وجدة والعمرة كلها بتربي معنا ومعي دي لما كنا أو أجددنا يعني لما كانوا بيعدوا في بيت العيلة كان فيه بيت عيلة وكان فيه تجمع عائلي بشكل منتظم وكان كل الناس بدخلها في تربية الولد اللي أنت بيجي لك ده وبالتالي كانت المسئولية بشكل أو بآخر مش محصورة عند أبو وأم مع تطور الحياة ومع الظروف اللي احنا نتعرض لها ومع إنه بقيت الحياة مور نيوكلير نووية أكتر إنه إحنا بقينا عيلة عبارة عن أبو وأم وأولاد وإحنا شايلين كل المسئولية بتاعت إنه إحنا نعلم هذا الطفل إزاي يتعامل مع الحياة بقى المسئولية زيادة جدا والضغط أعلى بكتير وفي نفس الوقت أنا بحاول أفلفل كل الأدوار اللي كانت بتلاعب من الناس تالي هذا النقطة دي دكتور تريكي بردو شوية لأنه في حتى أسر أمهات أو أباء أباء يعني بيقولوا إنه لأ حتى لو جد أو جدة موجودين ما تدخلوش في التربية حتى لو بيت عيلة موجود ما تدخلوش في التربية حلو ما هو ده بقى ده الفكرة بقى إنه اللي بيحصل دلوقتي إنه زمان كانت التربية رايحة أكتر نحية حاجة يعني اللي خلانا ننتقل من الإكستاندد فاميلي للتربية اللي موجودة دلوقتي إن التربية اللي بقى اسمها تربية أوثيريتيريان يعني إيه أوثيريتيريان أو الزمان كانت أوثيريتيريان يعني إيه يعني ابتديت أبقى مستبد شوية أنا بحط قواعد صارمة جدا وقوانين صارمة جدا وعندي إكسبكتيشنز عالية جدا من هذا الطفل وهو مايفعش يخلط وده مش واقعي وبالتالي الطفل بيطلع للأسف شايف إنه هو احتياجاته مش مهمة مشاعره مش مهمة هو أهم حاجة يبقى بيحقق الحاجات المطلوبة منه عشان خاطر يبقى بيسيرفايف عشان يبقى مقبولي أوكي وبالتالي الطريقة دي القديمة كانت تشتغل آه بتطلع ناس ناجحة جدا وطلع ناس ما بتغلطش بس في الآخر هي بتطلع ناس هل هم صحيا هل هل هم نفسيا سالمين لأ طيب أنا أسأزينك إحنا هننتكلم في النقطة دي تحديدا و هننتكلم كمان زي ما كنت بتكلم في الأول مع زملتي جومانة سلبيات وإيجابيات التربية الحديثة هواء التربية التقردية بس إحنا كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت بقى كده الشارع ورصدت أراء الناس بنسألهم التربية الحديثة أفضل ولا الأولد سكول يا شوف يا جماعة ونرجع لكم تاني مع زملنا أحمد الحسيني خلينا نتابع يا طرى لو عملنا مناظرة بين جيل زمان وجيل دلوقتي من الأباء والأمهات النتيجة هتكون إيه؟ نزلنا الشارع واسألنا الناس من أفضل التربية القديمة اللي تربين عليها زمان ولا التربية الحديثة أو ما يعرف بالتربية الإيجابية يا طريب من أفضل التربية الإيجابية الحديثة ولا التربية بتاع الزمان اللي تربين عليها إحنا وأباءنا وأجدادنا؟ لا أنا شاف حضرتك هما الاتنين كواسين بس المفروض يكون فيه ما بينهم ميكس إزاي ميكس هو أن التربية الحديثة شافها سن التسايب وده طبعا ما ينسبش المجتمع بتاعنا طبعا التربية القديمة بتاع تأجدادنا طبعا أنا برضو ما حضرتهاش بس هي من التربية اللي هي مشايجة زيها يعني حالله أنا رأيي أن التربية القديمة ليها سلباتها وليها إجاباتها من ضمن السلبيات أن كان زمان مثلا في موضوع الدارب أو فكرة أن أنت تدرب طفل عشان غلط أو حاجة من ضمن مميزات بقى التربية الحديثة أن أنت التفاوم أحسن فلغة التواصل مع طفلك لما بيكبر بتكونوا أقرب لبعض بكتير من زمان يعني أنا ممكن يكون لما أبقى أب في يوم الأيام أكيد أبقى أقرب لابني من والدي ما هو قريب منه نشايف حالي أن التربية جديدة بتبقى أفضل يعني الأب بيبقى مثلا أو الأم رأيبين أكتر من أبنائهم ومن الأطفال يعني بيبقوا متباين معهم وبركزوا معهم وبيشاركوهم كل حاجة لحظات الفرح أو لحظات الحزن بتاعتهم شايف أن تربية زمان أو تربية اللي تربية عليها مثلا أحسن بكتير من تربية الليوتي الأجيري الجديد بيت تربع عليها بالنسبة لزمان مثلا الأبات والأموات ما كانتش فيه صفر وبالنسبة للبنت اللي هي تتجاوز ودعوها في البيت دلوقتي طبعا الموضوع تطور وكل مدى أصلا إحنا بنتطور ونكون في تقدم أكدر لو سألتك مين الأفضل التربية الجديدة ولا التربية القديمة اللي تربين عليها زمان حضرتك أفضل التربية القديمة اللي تربين عليها الأوهم كان فيها مبادئ وكيام وأخلاق الميزة بتاعت زمان اللي هو كانت الأعيال بتخاف من أبهاتها وأمهاتها أو كده اللي هم يبقى فيه رهبة دلوقتي ما بقاش فيه رهبة لأبونا لأمهاتنا بقى كله عادي بقى كله زي بعضه بقى يتعامل ده وده يتعامل ده هنا في حاجات حلوة وهنا في حاجات حلوة يعني مثلا التربية الجديدة دي في حاجات حلوة اللي هو الابن معرف أهلو عنه كل حاجة والبنت برضو نفس الكلام التربية القديمة هي أفضل عشان هي كان فيها حاجات كتير مش موجودة دلوقتي هو بالنسبة للتربية بتاع زمان عمرها ما هتتعوط في الجيل ده ولا هتنفع مع الجيل ده طيب إيه اللي عاجبك أكتر في التربية القديمة بتاعتها هلينة؟ أن هي منطلع على الناس منضبطة أكتر يعني أنا بحس أن أنت كل ما الجيل بيبقى بتنزل للسن أكتر كل ما بتشوف أن فيه تفتح زيادة عن اللي زوم بيحصل بالنسبة لي فيه أخطاء ما كتش بنشوفها زمان في الشارع هي فكرة إن فيه كنترول على الشخصية بحيث إن إحنا كمجتمع شرقي محافظين عليها أخلاقنا كان أفضل التربية القديمة فيها بعض التقاليد اللي تعودنا عليها حضرتك من أيام أبهاتنا وجدودنا والحاجات دي احترام مثلا كبير دي حاجة دلوقتي مش بلاقيها دلوقتي ممكن نلاقي شباب كتير في الشارع يتعامل مع ناس الراجل كبير بإيه اللي تحترام يعني نصلا راجل مهما كان تحترام أكبر مني في السن موضوعكم فيه احترام يعني لو الالتزام مثلا فيه احترام للأب اللي هو أب بيجي في الساعة كذا يبقى كله يخش كذا كله فيه موعيد يعني فيه زبط في المعاد وكذا إن هم دايما تربية بابا مول ما بسكوا فيها بسكوا فيها بسكوا في رأي جدا بس فده برضو الحاجة لأنها ربيها الأولاج إن أنا أسك فيهم واسمعهم القديمة الحلو فيها إن فيه احترام كده للأهالي بالوقت يحترام أبوه ويخاف منه والبنت نفس الكلام والأم برضو التربية القديمة إن الأب بيبقى قاعد في البيت عارف بنته راحة فين جاية منين في إن ما كان بالزبط بالنفس الكلام برضو لابن واخد بالك أنت كان الأب قاعد مطمئن اطمئنان كامل بإن ما فيش حد اللي هيلعب بابنه ولا حد هيلعب ببنته ولكن حاليا دلوقتي الموضوع التليفون وموضوع الحياة اللي احنا بنشوفها الهسترية دي والكلام الفاضي والكلام ده وكده ده اللي بيخوف إن الواحد خلاص الأب فقد السيطرة على تربية ابنه حاليا تقرير جميل جدا من زمين أحمد الحسيني بس أنا استرعى انتباه يا جميلة إن متوسط الأعمار اللي هي الناس كانت بتأيد التجربة أو التربية الإيجابية أكتر شوية من الناس اللي كانت بتأيد التجربة أو التربية القديمة متفقة ولا مختلفة يا دكتور ما فيش حاجة أحسن من حاجة ده واحد اثنين للأسف بقى فيه عندنا يعني تفكير خطئ كده إنه التربية الإيجابية معناها إن احنا نبقى متساهلين وده مش حقيقي لأنه لأنه تساهل في حد ذاته حيطلع أكيد طفل مش بيحترم الناس ويبقى شايف أنه هو من حقه يعمل حاجات من غير ما يحترم القوانين من غير ما يبقى بيرعي الآخرين وبالتالي ده مش التربية الحديثة التربية الحديثة زموروف يعني هي أكتر مهارات أنا بتعلمها عشان أعرف أتواصل مع الجيل الجديد اللي هو التواصل معاه بالطريقة القديمة مش هتشتغل انت يكنك بتكلم بني أدم الفضاء بس عايزه يفهم عربي طب ما هو انت محتاجت معاه فهو بتكلم إيه عشان تعرف تتواصل معاه وبالتالي هو الفكرة في التربية الحديثة أن هي مهارات أكتر من أنها يعني في قوانين وفي حزم وفي كل حاجة يعني ستايل التربية نفسه في قوانين وفي حزم وفي كل حاجة وفي أن أنا بسمح له يغلط وأن أنا بساعده لما بيغلط عشان يعرف يحل المشاكل دي وعشان يبقى وبرعي مشاعر وكل حاجة بس هو عارف أن كل حاجة ليها المتس وعارف أنه في عواقب وعارف أنه يعني دايما دي حاجة احنا دايما بنقولها أنه حتى إيبن في النوع الجديدة من المدارس اللي بتلتزم بالتربية الحديثة يعني يقولك دايما سيب طفلك يغلط سيب طفلك كشير العواقب عشان هو محتاج يتعلم أنه الاكشنز بتاعته لها عواقب طيب مدر فضل لا لا لأ لما نحن قوموا نحتروا النساء تربية قديمة وزي الفل طيب ليه دايما فيه كونفليكت فيه تعارض ما بين أنه التربية الحديثة والالتزام أو زي ما سمعنا في التقرير وما بين التربية القديمة والتواصل يعني مع أنه لأ أنا يعني وحدة ربيت لأ كانت أكيد كنت بخاف جدا من يعني موما كانت بصة موضوع كله بيتغير تماما وفي نفس الوقت كان فيه تواصل وكننا نتكلم مع بعض وكننا أصحاب وليه فكرة إحنا عندنا وجهة نظر أنه التربية الحديثة ليها علاقة بأنه ما فيه عواقب فيه تسايب فيه إهمل ليه أصلا وجهة النظر دي موجودة؟ ليه بقى؟ لأنه زي ما أنا قلت لك في الأول أنه إحنا لو أخدنا مهارة من كولتشر مختلفة من ثقافة مختلفة يعني هو الكنسيط نفسه تطور برا تطور عند الأجانب وبالتالي هما ما عندهمش نفس المرجعية بتاعتك لا الدينية ولا الثقافية ولا أي حاجة وبالتالي لو أنت خدتيها وطبطيها عمياني هتطلع عندك مشاكل فأنت محتاجة تبقي بتأدجستي ده على اللي أنت عايشة هنا وهي ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي أنه نبقى بنفاهم الناس أنه يا جماعة التربية الحديثة مهارات مهارة زي أن أنا أبقى بشجع طفلي مثلا أن أنا محتاجة أبقى بشجع الطفل لما بيعمل حاجة أو بيعمل سلوك أنا عايزة يستمر أو بشجعه على سلوك أنا عكس السلوك اللي أنا عايزة يبطله فلو هو مثلا لما بيعيط بيفضل يعيط عشان ياخد الحاجة اللي هو عايزها أنا بشجعه لما بيطلب الحاجة وما عايط وبالتالي أنا بقوّل المهارات عظيم جدا إحنا عايزين نسأل في بقى يعني بشكل أكثر تخصصا في منضوع الحاجات السلبية اللي موجودة في التربية الإيجابية وإزاي إحنا نعمل نقدر زي ما حاجة استخدمت لفظ نأيفها علي وبنتكلم على الفرق ما بين التربية الإيجابية الحديثة والتربية اللي هنقول لها المدرسة القديمة أو اللي ممكن أجيال إحنا منها أنا وانت رجاي تتعودنا عليها أقولت ربنا عليها الدكتور خلينا مرة تانية طيب خلينا نقول للأمهات وللآباء رشدة التربية الحديثة زي ما حدريك قلت المتفصلة علينا طيب يعني زي ما أنا قلت من شوية أنه هي التربية الحديثة بتقوي أكتر أو بتركز دايما على مهارات معينة الأب أو الأم محتاجين يبقوا بيعرفوا يعملوها عشان يساعدوا الطفل يطلع سليم المهارات دي منها أنه زي ما أنا قلت أنه إحنا نبقى بنشجع سلوك معين إحنا عايزينه بدل ما إحنا نبقى بنعمل عقابة على السلوك اللي مش عاجبنا بالعكس أنت شجعت السلوك اللي عاجبك الطفل بيحب هذا التشجيع وبالتالي بيستمر في هذا السلوك لمجرد أنه يسمع هذا التشجيع فده واحد اتنين أنه محتاج أن أنا أبقى برفلكت لطفلي أو أن أنا أبقى بعيد ورا طفلي الحاجات اللي هو بيقولها لي عشان أوصله أن أنا سمعه وأن أنا موجود وأن أنا حاضر فأنا مش بس بسمعه من غير ما بقى وصص له أساسا وهو الولد بيبقى حاسس أنه هو مش مسموع ومش متشاف يعني فدي حاجة تانية أن أنا محتاج أبقى موجود لطفلي بيبقى بيتكلم معي أبقى بسمعه وبعيد وراه وعرفه أن أنا مركز يعني الحاجة التالتة وهي اللي إحنا غالباً غالباً ما بنعملاش كتير قوي الإمتيشن يعني إيه؟ يعني الأطفال بيحبوا يقلدوا فلو أنت رول موديل هو هيقلدك لو أنا شفت بابا بيقول شكراً هقول شكراً أنا شفت بابا بيقول حضرتك هقول حضرتك لو شفت بابا بيتعامل بطريقة ما أو ما بتعامل بطريقة ما هقلد الطفل بيحبي إمتيت وعشان كده إحنا دايما نقول ابتدي أنت بأن أنت تقلده في أن أنت تقف تخسس سنانك معاه زي ما هو بيخسس سنانه في أن أنت تقف معاه تعمل حاجة وتلبس الجازمة معاه هو بيلبس الجازمة عشان هو يبتدي يبقى بيعمل العكس فدي تالت حاجة رابع حاجة يعمل العكس؟ لا يعني يقلدك انت لو ما تقلده هو بيقرر يبقى مره يريم الحاجة الرابعة انه محتاجين نبقى بنعرف ان احنا ندسكرايب اللي حاصل وراء الموقف فانا محتاجة بابعرف اشرح لطفلي قدي انا حاسس بي قدي انا عارف ان انت متداي ان الاسكين تايم مثلا ان انت بتتفرج على التليفزيون لمدة ساعة بس في اليوم وانا عرف انت متدايق احنا مضطرين نايف في التليفزيون ودخل لنام انا برضو متدايق ان احنا هنفلت اننا حاجة في التليفزيون ودخل لنام بس احنا بكرة هنكمل التليفزيون عادي هنرجع نتفرج على اللي احنا عايزين نتفرج عليه بس حالك شايفة ان يعني ضغوط الحياة اللي بتفرضها طبيعة سرعة الحياة على الاب والام يقدروا يعملوا ده كتير يعني انا انا حد مثلا عندي مسؤوليات كتيرة عند ضغوطات كتيرة هل انا لازم اقول لطفل معلش هنقفل التليفزيون النهاردة او دلوقتي علشان احنا مضطرين احنا نخش هنعمل كده ولا بعد اذن اقفل التليفزيون حشان خلخلش النام طيب تعالى نقول حاجة لطيفة جدا انه في يعني في تعريف معروف قوي عندنا في الطب النفسي يعني لحد عالم من علمات سيكولوجيا يعني في الاطفال انه جود اناف بارنت يعني ايه جود اناف بارنت يعني اب كافي هو انت مش اب perfect انت مش عمرك ما هتبقى اب مثالي لكن انت على قد ما بتقدر بتحاول تبقى واعي لللي انت بتعمله عشان ده هيأثر على طفلي وبالتالي ممكن اعمل حاجات في اوقات انا عارف ان هي مش صح فارجع بعديها اقول للطفل اعافنا ما زعتلك انت الدقيق فانا قاسم ان ده حصل مرة جاء حاولنا انا بقى هدأ او حاولنا انا مبقاش متعصف يعني لانه لو احنا رجعنا وقلنا لأي حد فينا من بتوع التربية القديمة انه لو انت صحيط بكرة لقيت والدك او والدتك او لو هم مش موجودين لقيت رسالة منهم بيقولولك احنا اسفين ان احنا في وقت ما زعنا لك او تعملنا معاك بطريقة معينة وده ما كانش زنبك وانت مكنتش السبب لانه كتير قوي مننا فاكر انه انا السبب انا الحد الوحش انا اللي دايقتوهم ها فلو انا صحيط لقيت النبو او امي بيقول لي ان انا اسف ان انا عملت كده وانت مكنتش الس وانا كنت محتاج ان انا انا ابا بهندل نفسي قبل ما ابا بتعامل معاك بالطريقة دي حنحس كويس فتخيل ده انا عمدت شوية روبطت شوية يعني حاست انه كان ساعات لما حتى ممكن ممكن الاب والام يتعصبوا مش لازم يقولوا انا اسف بس ممكن يحسسوا مثلا انه انا تعصبت عليك مبارح بطريقة لطيفة يعني يقدر يوصلوا بطريقة لطيفة انه ما يعني ما تزعلش مني ممكن انا تعصبت او يعني حاست شوية ان احنا بنتكلم على المدينة الفضيلة لا خالص هي مش الفكرة في ان انا مش بكلم على سوري اذا سوري انا قصدي ان انا بقى ابولوجاتيك انا 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 عارف ان انا عملت حاجة مش كوي انا مش بتكبر في ان انا لا امغلطش وانت السبب واصل انت استفزتين ليه ليه هو عمله ايه طب مرحلة العند بقى يعني فيه وقت كده بنبقى في مرحلة ان هو تبير نوت تبير زي ما بنقول يعني يا انا كلامي هيتسمع يا اما كلامي هيتكسر فتبقى في عنده تبقى فعلا مرحلة كده من الطفل و واولياء الامور مرحلة سخيفة الطريقة التعامل يعني الطريقة المسلى للتعامل في موقف ده ايه تعالي يعني نتفق انه هو التربية اكيوملتف يعني حاجة بتبلدف على بعضها حاجة بتبني على بعضها وبالتالي لو انا ما بستسمرش في هذه العلاقة من الاول ما ينفعش اتوقع ان انا في لقطة ما العلاقة دي هتبقى توحفة فانا محتاجة ابقى طول الوقت شغالة على العلاقة دي مفاهم ان الطفل ده انا بحب وجوده وانا بستمتع وانا بحب اسمعه وانا باسمع اللي هو بيعايز يقوله ومع ذلك فيه قوانين وفيه حزم وفيه عواقب وفيه يعني كل حاجة موجودة زي ما احنا قلنا مش مش متساهل ومش كل حاجة انت عايزها ومش بقول لا لا ده مش option ده مش يعني احنا بكلم في انه فيه قوانين وفيه كل حاجة وانا بلتزم بيه قبل ما انت تلتزم بيه فمصدين على اي تحالي يا دكتورة يعني هو لكل حاجة مميزاتها طبعا ولكل حاجة عيوبة بس انا يعني استحضرني كده كدر ان سي سيد بعد ما وانت عارفة طبعا سي سيد في الفيلم الشهير يعني كان ازاي بيعامل اولاده يعني فبعد مثلا معنف ابن من ابنائه فبعت له وقال له بعد اذنك انا غلط او انا بعتذر هو اكيد الابن يقول له بابا هو انت تمام انت كويس علي تحالي شكرك شكرا جزيلا دكتورة خليلة الجزار طبيبة نفسية للاطفال شكرك شكرا جزيلا